موضوع المحروقات الآن يعني معروف بأسباب الارتفاع على المحروقات لا في بلدنا ولا خارج بلدنا مرتبط بواحد السياق دولي اللي فيه واحد الحرب ليوم على يوم كي يتزاد يتأكد اللا يقين اللا يقين حول يعني هاد المواد والأسعار اللي تقدر توصل لها الحكومة قامت بجموعة ديال الإجراءات آخر إجراء قامت به الحكومة من أجل تعزيز القدرة الشرائية ديال المواطنين هو هذك المرسوم اللي اطلعته عليه البارح بن جيس النواب والعرض ديالسيد وزير المنتدى لدى السيدة وزيرة الاقتصاد المالية المكلبة في الميزانية وضح هذ الأمور هذي وضح الارتفاعات كانت ارتفاعات تقريبا التي تجاوزت الضعف بجموعة ديال المواد منها مواد لك ترتابط مثلا بغاز البوطان اللي الحكومة تستمر في دعمه واللي الكلفة دياله غادي توصل لواحد وعشرين مليار درهم من بعد ما كنا كانت توقحوا بأن الكلفة ديال الغاز ديال البوطان غادي تكون في حدود ديال واحد تسعود ولا عشرة ديال المليار ديال الدرهم نحن اليوم اليوم الأرقام الحالية الحالية اليوم راك نقولوا واحد وعشرين ولو قعوا زيادة لقد در الله را الحكومة سوف تكون مطالبة بالتدخل أكثر وضخ موارد مالية إضافية لكي تواجه هذه الارتفاعات الكبيرة نفس الشيء بالنسبة للارتفاعات أخرى مرتبطة بالمواد ديال ديال الدقيق الدقيق كان واحد الدعم موجه الدقيق المدعام الآن الحكومة تدعم الدقيق وهذا شرحته غير ما مر في هذه الدوا اللي كان خارج خارج صندوق المقاصة وتحملته الحكومة وحنا اليوم اليوم الوضعية الحالية راح نتقريبا في حدود واحد ثلاثة فاصلة اربعة مليار درهم لإلى حدود الآن قامت الحكومة بدعم هذه المادة والدعم سيبقى مستمر ليقدر يوصل الواحد ستاديا للمليار مع نهاية السنة إذا بقت الأسعار في هذه المستويات ولقد در الله ارتفعت الأسعار سوف تكون الحكومة مطالبة باش تدعم بشكل أكبر نفس الشيء بنسبة السكر نفس الشيء من جمع هذه الإجراءات اللي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة هذه الارتفاعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر